ورجعنا بحضراتكم من جديد ومعنا المهندسة سمية سعد عبد الرحمن مديرة مكتب اعمار للاعمال الهندسية طبعا الشغل الشاغل حاليا دلوقتي في المجتمع قانون التصالح على بعض مخالفات البناء اهلا وسهلا بحضرتكم اهلا وسهلا بحضرتكم وطبعا برضو وبرحض طبعا بالزميلة صمر عبد الله اللي ان شاء الله بإذن الله هتكون معانا في الفترة ان شاء الله اللي جاية بإذن الله هتقدم معانا البرنامج اهلا وسهلا بك يا صمر وانا مبسوطة جدا بالتوجهة معيكو في برنانج هو المجتمع. ده شرف لين يا فنة. شرف ايه اسلام يا رب. يا شوهندسة. قانون التصالح. الشغل الشاغل في الرأي العام حاليا دلوقتي في الشارع. انا دلوقتي يعني احنا اتكلمنا عن الموضوع ده كتير جدا. تمام. ولكن انا لقيت عند حضرتك في مكتب اعمار في حاجات في معلومات مش موجودة غير عندك. مش موجودة في مكاتب تاني. تمام. يعني ايه قانون التصالحين بس نشرح للناس كده القانون ده بيقول ايه. وبعد كد هنبدأ بقى نتكلم بقى عن اهميته للمواطن. تمام. الفكرة بس بدأت في قانون التصالح. انا عندي في الفترة الاخيرة حوالي التعديات على اراضي زراعية لأكتر من مية وخمسين الف فدان مثلا. فكان لازم الحاجات دي عبارة عن كتل خرسانية كده بدون اي خدمات ولا مرافق ولا تخطيط ولا اي حاجة. فانا كان لازم اعمل تقنين وضع للتعديات ديت ووقفها في نفس الوقت. يعني انا كان لازم اعمل لها تقنين وضع ووقفها. فمن هنا بدأت بقى فكرة كنون التصالح ان هو بيعمل تقنين وضع وبيحاول الاراضي سرعية الاراضي المباني وبيوصل لهم شبكات طرق وصرف صحي ومية وكهرباء. طيب باش مهندسة ممكن تقول لنا ايه اهمية التصالح بالنسبة للمواطن? تماما هو التصالح ده اللي هو الشهادة بتاع قبل التصالح دي بمسابة ترخيص للعقار. يعني كده العقار بتاعي مرخص فبيترتب عليه اي حاجة بتترتب على الترخيص. من النهي ان انا بوصل مرافق رسمي للعقار ووصل خدمات رسمية. وكمان الكمة الشرائية للعقار وسعره بيزيد من بعد التصالح. يعني هو الاول كان حاجة مخالفة. وانا قاعدة في بيتي مهددة بالازالة في اي وقت. فبعد التصالح المفروض ان هو بقى مبنى من مخالف لمبنى رسمي. طيب لو هنتكلم عن الاجراءات ده. الاجراءات المطلوبة عشان خطر ان انا اقدم. عشان اعتصالح. تماما. هو الاول حاجة بتروح الحي التابع ليك. بيفتحوا لهم لف. في حاجة اسمها نموز واحد بلت ميلي. مع صورة البطاقة. ومع سداد رسم الفحص. على حسب المساحة والمنطقة قرية او مدينة او كده. وبعد كده بيطلبوا منه بقى الاوراق المطلوبة. اللي هي بتكون عبارة عن مستند بيدل على الملكية. ومستند بيدل على تاريخ الارتكاب المخالفة. ده لو ما فيش محضر ممكن حاجة تسد عنه. في عندي ممكن يسد عن المحضر. اصال المرافق. او ممكن او صورة ملتقطة من امر الصناعي. او شهادة كربانة من كلية هندسة او معمل بحسي. بتدل على تاريخ المكالفة. من ناحية القانونية ايه لعقوبات بتاعت عدم التصالح. طيب اه هو قانون التصالح والليحة بتاعته. ما قالوش اه يعني ما زكروش الجزئية دي. الجزئية دي احنا عرفناها من تصرحات المسئولين. طيب هما السماء جزئين. المباني المأهولة بالسكان. اقول لك احنا مش هنعمل ازالة. احنا هنعمل اه ما فصل او قطع للمرافق او خدمات او هنعمل. هنغلي في اسعار الخدمات ومرافق الجزئية دي. بالنسبة للمباني اللي هي غير مأهولة بالسكان. وده محلل. لقام مأزالة لقام مصادرة الوحدة بصالح الدولة. يعني هي هي صدرها لصالح الدولة. طيب لو نتكلم بقى عن الاخبار بقى الوقت بالنسبة للبناء والترخيص في ظل الوضع الحالي. ايه اللي بيتم يفهم. طيب من اربعة وعشرين خمسة اللي فات صدر قانون بوقف البناء والترخيص لمدة ستة شهور. يعني قدام الحد اربعة وعشان حج وع عشان الحاجات دي هتترجع تاني. فكده الترخيص كانت وقفة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى. بالنسبة للبناء من اول شهر عشرة رجع القرار اللي هو مع الترخيص يبدأ ينفس فيه لحد اربع ادوار. لحد ما فيش تراطات جديدة هتكون موجودة في ربعة وعشرين حدوش. للترخيص وللبناء عموما يعني. ان شاء الله. عايزين حضرتك تكلمين اكتر عن مكتب اعمار. تمام. وانا عندي في المكتب عبارة عن. هو المكتب استشارات هندسية. تمام اه. المكتب عندي عبارة عن تلات اقسام. عندي كسمة اشتباط واشراف على تنفيذ. ده الجزء ده الشكل اللي هو خاص بالتنفيذ. اه. تشتباط دي يا فندم معلش ان ان انت ممكن تاخذي مثلا مبنى وتبدأ من الالف للياء. تمام اه. احنا اه اي حد مثلا بنعمله معينة بنشوف طلباته اه. يعني تستلمي الارض وبعد كده بتبدأ ان انت. اه بنقعد معين نشوفه المتطلبات بتاعته. وازاي نوفقها مع اشتراطات التصميم. ازاي نحقق له الاضاءة. اشتراطات الاضاءة واشتراطات التهوية. في عندي تاني كسمة في المكتب. كسمة تصميمات المعمارية والانشائية. برضو في التصميم المعماري بنقعد معين بحيث ان هو يستغل المساحة بتاعته افضل استغلال. ان هو يكون المبنى بتاعه ليه افضل تهوية وافضل اضاءات طبيعية. في عندي كسم تصميمات الانشائية ان انا وفر له. ده وان انا حقق له الامر. تمام فيه تالت كسم عندي في المكتب اللي هو كسم الترخيص بقى ومصالحات اللي هو التخلصات بتاع الترخيص والورقيات دي طيب لو احنا هنتكلم بقى عن المكتب اعمار ايه اهم ما يميزه يعني انا بقى اللي هيخلينا اختار اعمار دولا عن المكاتب الاخرى يعني اللي عند حضوريتك مثلا ممكن مش هلاقيه في المكاتب التاني تمام اول حاجة اه ان احنا بنا بنكلم العميل يعني بيجي بنحاول نوفر له المتطلبات اللي هو عايزها وبنقعد معاه وبحيث انه حقق من يعني اللي حقق المطلوب باقسة وسرعة سرعة في التنفيذ وقال تكلفة بالرعي الظروف المادية والاقتصادية برضو للعملاء ايه هي اخر المستجدات الخاصة بقانون التصالح على البناء اه هي اخر حاجة نسمعنا ان اخر مرة انه هو تقريبا اتمدد شهر تاني اه يوم الخميس اللي فات فيه مد شهر لحد تلاتين حداشر بقرار من رئيس الوزراء ودي ايه فرصة فرصة اخيرا للمواطن ان هو يقدم على التصالح وان هو يقنن وضعه عشان ما يعيش في قلق ولا في ازالات اه وفي امان اكتر اه وفي امان اكتر وفي تكمان نسمحنا برضو ان احنا ناخد مشاركات لو اي حد عنده مشكلة مثلا خاصة بالقانون التصالح وحضرك ممكن ترد عليه ممكن نحط رقم المشاركة يا جماعة بعد ازال طيب انا بقى بالنسبة لها كمواطن طيب فضل دلوقتي انا كل هدفي من القانون ان الدولة عايزة فلوس بس فاحنا عايزين نغير الفكر ده لده المواطن عايزين نصحح له المعلومة دي طيب وعليها مبنى لسه جديد وكاتب بس رقم اللي هو رقم التصالح او حاجة زي كده ده ايه اللي هيتم معاك طيب هو قانون محدد المباني اللي هي تتقبل في التصالح لحد تاريخ صدور القانون اللي هو 8-4-2019 في حالة ان هو حايز عمراني او كتلة سكنية وفي حالة ان هو زراع لحد اخر تصوير جوي معتمد من لجنة الاحوزة العمرانية اللي هو 22-7-2017 اللايحة لسه متحصلش في اي تعديل او اي تغيير فالحاجات دي لا اما هتمشي في قضايا لا اما ازالها ملهاش حالة تاني ملهاش اي حالة تاني اه بس هو بدوقتي بيقدم التصالح ان هو بيوقف في الاجراءات دي حاجة توقف مؤقت المسكنات بس هو القانون واضح في الجزئية دي ان هو عندي التعديات على الزراع لحد 22-7-2017 او التعديات في الحايز العمراني لحد وقت صدوره القانون 8-4-2019 طيب كان جاي لنا تساؤل قبل كده ان في بيت من 50 سنة مبنى والسقف بتاعه كان معمول بالخشب واقع فهو عشان يجدد السقف ده هل محتاج ان هو يروح يعمل تصالح او يقدم على رخصه او ده مش ضمن قانون التصالح ده لقانون الترخيص 119 هيكون مطلوب منه رخصة صب سقف علشان هو ما ينفعش من نفسه كده يروح يصب السقف بتاعه مع انه كتلة سكنية دي من كده فهو بيروح يقدم على رخصة صب سقف او رخصة اشغال طريق علشان لو في اي اشغالات طريق برضو محدش يتكلم معا في حاجة طيب في حالات معينة ممكن انه ما ينفعش ليها مصلحات اه من معافيين من التصالح لا مش معافيين ما ينفعش لي ما ينفعش يتعامل طيب في ناس معافيين ان هي بيتقدم بحث اجتماعي والمحافظ بيقبقى للطلب وتتعفي دي هي وضعي تاني الحالات اللي هي اللي ما ينفعش ليها التصالح المباني اللي هي غير سالمة انشائيا يعني فيها اي حاجة مخلة بالسلام الانشائي المفروض يزبطها وبعد كده يقدم على التصالح ده هو الحاجة ثاني حاجة الاعمال المتعدية على خطوط التنظيم يكون عندي خطوط التنظيم في الشوارع الكبرى ولها خرايط يمكن ما بنا لقيه متعدى على خط التنظيم ثالث حاجة الحاجات اللي بتجاوز كيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني عندي كيود ارتفاع 24 متر 36 متر كده في حاجات بتعديها ادوار عدد ادوار اكتر من كده في عندي بعد كده البناء على ارض املاك دولة او ارض خضعة لقانون الاثار او حماية او قانون النيل حماية الاراضي بتاع النيل ده حتى لو هو قدم مش هيتقبل لا الحاجات ديات لا الا بما يقنن وضعه مع الدولة او مع الجهاد ديات وفيه برضو في البناء خارج الحيزة مفروض اللي هو ما ينفعلهش تصالح باستثناء حاجات يعني البناء خارج الحيزة الأمران ما ينفعلهش تصالح باستثناء اللي هي المشروعات اللي لها نافع عام او مشروعات الحكومية او البناء الداخل او قريب من الكتل السكنية او جاي في التصوير الجوي بتاع 27-2017 وقريب من الكتل السكنية والارض بتاعته كون فقدت مقاومات الزراعة طيب عايزين نعرف المواطن اكتر ايه هي عقوبات عدم التصالح؟ مثل ما وضحت لحضرتك انا عندي جزئين عند لو المبنى مقاهول بالسكان ده لا اما فصله مرافق وبطع مرافق عنه لا اما هيبقى غلوه في اسعاره مرافق لو المبنى غير مقاهول بالسكان ده ازالة او الدولة هتصدر الوحدة دي طيب سؤال كده المكتب اعمار الاستشارات الهندسية انتوا دلوقتي اتأثرتوا سلبي او ايجابي بالقانون ده؟ يعني فيه تأثير سلبي او ايجابي عليكم من المكتب؟ يعني هل ان المكتب بدأ يستفاد من موضوع التصالح ده؟ انه مثلا كان فيه قسم التصالح ده فجأة الناس هل فيه استفادة؟ اه هو من المستندات المطلوبة لتقدم ملف التصالح بيكون عندي في الاول نسختان من الرسومات المعمارية بختم مهندس نقابي او مكتب هندسي وبعد كده فيه تقرير هندسي معتمد من استشارة فالحاجتان ده المواطن فيهم بيحتاج المكتب الهندسية حتى لو هو قدم بنفسه لازم يرجع للمكتب في الجزئين ده لو حد استكن في عمارة بقى وعاوز يتصالح يعمل ايه؟ يتصالح لوحده يعني هو في العمارة يتصالح لوحده ده سمو تصالح جزئي مفوش مشكلة خالص بيروح برضه بالمستندات المطلوبة لياسرة البطاقة وعقد الملكية وإيصال المرافق وبيتصالح على المساحة بتاعته بتاع الشقة دي سواء 100 متر 120 متر 150 متر وبيعمل رسومات لها هي بس وبيعمل تقرير هندسي لها هي بس للحي لازم يبقى واخد رأيي برضو المكاتب الهندسة طبعا مستشارة الهندسية لازم ان هو يبقى معيك وطبعا اه فهو بيحتاجنا في موضوع الرسومات وموضوع التقرير والبقى لاجرات ممكن المواطن يعملها بنفسه المبادرة اللي حضرتك حاب تكلمين عنها هو ان شاء الله يعني احنا نويين ان احنا اي حد يعني احنا نعمل الرسومات الهندسية فيما يخص الجزء الهندسي في ملف التصالح ان احنا نقدم الرسومات الهندسية او التقرير الهندسي باسعار رمزية جامل جدا يعني اللي هو فيما يخص الجزء الهندسي يعني فيه جزء تاني اللي هو تقديم في الحقيق او ده خاص بالمواطن او اوراقة يعني خاصة بالمواطن ده المواطن يخلصها بنفسه إنما فيما يخص الجزء الهندسي ده ان شاء الله باسعار رمزي جيد فيه احياء بتطلب رسمه الناسي. تمام. او انشائي. تمام. وفيه احياء ما بتطلبش. عايزين نعرف. ايه السبب ان ده بيطلب وده ما بيطلبش. تمام. هو اله. ولازم ختمة وحاجات كده. تمام. ماشي. اه بقول لحرارك اه هو الاول. اه المفروض ده وقت اللي هي الفترة اللي هي بتاعة تقديم الملف دي. مواطن بيروح يقدم حتى ربصورته البطاقة. بعد كده بيروح له نموذج اسمه نموذج اربعة. ان هو هيعمل اه استيفاء للمستندات اللي هي ناصر. تمام. ومعه شهرين بعد ما تقديم يخلص. يعني مثلا تقديم تلاتين حدوش الاخره. معه شهرين ان هو يستوفي الملف بتاعه. اه الاستيفاء بتاع الملف فيه ناس بتطلب التقرير الليحة بتقول ان انا عندي في المستندات التقديم اللي في الاول نسختان من الرسومات المعمرية بخط مهندس نقابي. او مكتب هندسي لحين اللجنة تبت في امر التصالح بالقبول او بالرفض. لو ايه بلتوه يعمل التقرير الهندسي. ما بلتوهش ما يعملوش. ده الليحة بتقول. بس فيه ناس بتقولك لا انا بيبقى عندي بعد ما اللجنة تقبل الملف بيبقى عندي شهرين بس. فالمدة دي اصلا مدة مضغوطة. هو لو في الشهرين دي مكملش الملف بتاعه ممكن بياخد نموزك سبعة وعشرة والملف كله يترفض. فهي بتبدأ من اولها طبعا الملف بتاعه مفوش مشاكل ومفوش اي حاجة بتعمل اللي هو تقرير السلامة الانشائية. اللي هو معتمد من النقابة. هو كلام كله كان فيه. ان هو يكون معتمد من الاستشارة بس. ولا معتمد من النقابة والاستشارة. ده كان الخلاف فيه. تمامي باش مهندسة سمية. لو حد بقى معهش فلوس خالص. مكتب اعمال بيقدر يساعده مجانا. ما فيش مشكلة في ما يخص الجزء العندسي للملف. يعني اللي هو الرسومات الهندسية ومعاينة. سوى في فلوس بتفع في النقابة وفي حاجة. لا انا بقول في ما يخص الجزء الهندسي في التقديم في الاول. اللي هو المعاينة ورسومات وخدمة مهندس نقابة. ما يكون لها حاجة تابعة مكتب عنديسة. تابعة مكتب على الشاشة لأي حد حابب ان هو يتوصل مع مكتب اعمار للسشارات الهندسية. طيب. احنا بقى هنتكلم بقى في الشقة الايه? يعني احنا خلاص بقى. لو لا قدر الله بقى حد وصل لمرحلة انه هو مقدمش بقى على تصالح. احنا بنتكلم بتحضيرك وتبتقول ليه جزئية ان رئيس مجلس الوزراء. معها صلاحية لمدة ستة شهور بس ان هو هيقضي ايه? يقضي القانون. بعد كده لازم وافقة من مجلس الشعب. مجلس النواب. اه احنا بنتكلم ان كده يعتبر دي تلت مرة. او مرتين. هو مده الاول لحد تلاتين عشرة. او بعدين مده لحد تلاتين حداشر. ومعاي مده لحد تلاتين تلاتة. اخر شهر تلات. ده اخر. ده الستة شهور اللي هو ومتحنه رئيس مجلس الوزراء. بعدين يبقى من النواب. من مجلس النواب يعني. لزلك احنا بننصح المواطن ان هو. يا او ممكن ما يتمدش تاني. فهو يقنن وضعه. ويعيش يعني لما هو رائع كده. طيب. 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 حب تقول لي ايه تاني عن المكتب في النواب? مفيش هو بس الخدمات اللي احنا بنقدمها. اول ما العامل بيكون موجود بنراعي ايه متطلباته. ايه شروطه بنخليه بنستغله المساحة اللي هو عايزة. سواء في تقسيم ارض او 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 تشتب شقة. يعني ما اول البناء لحد الدكورات. كل ده المكتب بيقوم بي. تمام. طيب في سؤال جنة. على صفحة البرنامج بيقول شهادة الكربانة. اه. يعني ايه شهادة الكربانة. اه ماشي. هي دي لو انا عندي مستند بيدل على المخالفة. او تاريخ ارتكاب المخالفة. لو ما فيش محضر. في ناس كتيرة ما عندهاش محاضر. فهي من ضمن ان هي من ضمن اللي هو شهادة الكربانة. دي ان انا باخد جزء من خرصانة المبنى. بروح معمر كلية هندسة او اي معمل بحسي. يقول ان تاريخ البناء بتاع المباني ده من سنة من سنتين من ثلاثة. يعني هو تاريخ لازبات ازبات تاريخي مخالفة. مستند لازبات تاريخ مخالفة. مهندسة طبعا سمية سعد عبد الرحمن شرفتين عنوارتين طبعا في برنامج هو المجتمع. اه طبعا كان في معانا برضو تقرير. ده كان من داخل قرية الصبيحة. اتبع المركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم عن صناعة صناعة الحصر. ده ان شاء الله فيه تقرير مفصل احنا عملنا من هناك. وطبعا بشكر طبعا المهندس عبدالله الصبيحة على الجهد اللي هو قام به. التقرير ان شاء الله هيكون قدام حضراتكم. اه ان شاء الله بازن الله برضو معانا حلقات ان شاء الله الاسبوع اللي جاي احلق. اه في غاية الاهمية. اه التقرير هيتعرض قدام حضراتكم. طبعا ساعدت جدا 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 بلقائكم. ساعدت جدا بلقائكم. وطبعا شرفتين طبعا. شرف لي يا مستر عمر شكرا جدا. وطبعا يعني في حاجة طبعا عملها هو المجتمع النهاردة. انه هو المجتمع كان متخد عليه انه هو برنامج زكوري. لأ النهاردة كل الضيوف طبعا من شرفنا. سواء الدكتورة او المهندسة. او طبعا سمر اللي هكون معنا. طبعا احنا قصرنا حاجز انه هو البرنامج زكوري. لا احنا برنامج اجتماعي. اه بنستقبل جميع اطياف المجتمع. ولينا هدف ان شاء الله بإذن الله احنا نحققه على الارض الواقع. وفي ان شاء الله في خلال الفترة الجاية هتلاقونا طبعا في ان شاء الله في جميع المحافظات. هنبدأ ننزل. هنبدأ نشوف ان شاء الله. يعني نحاول نحنا نشوف المشاكل. نحاول نكون ان احنا جزء من حل هذه المشاكل. طبعا ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم. على امل ان شاء الله نحنا نلتقي بكم في حلقة اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.